اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند ملمسة مصدر الصوت لصندوق اجوف رنان ايه اللي يحصل لشدة الصوت طبعا مفروض تزداد فعند رقم واحد تزداد شدة ايه الصوت اللي هي رقم مين رقم واحد عند انتقال شعاع ضوئي من الزجاج الى الهواء احنا عارفين الزجاج الكسافة ضوئية بتاعته اكبر منين اكبر من الهواء مفروض هنا شعاع ينكسر ويبتعد عن العمود المقام فعند رقم اربعة ينكسر مبتعدا عن مين العمود المقام وتصبح زوية الانكسار اكبر من زوية اللي هو السقوط فعند رقم كام رقم اربعة عند اندماج نواة حبة اللقاح مع نواة البيضة احنا عارفين نواة حبة اللقاح بتحتوي على نص المادة الورصية نواة البيضة بيحتوي على نص المادة الورصية هيتكون مين اللي هو الزيجوت اللي هو بيحتوي على كل المادة الورصية راسية وديرة عجل الصفار بمعدل عشرين دورة في الدقيقة يبدأ دي عدد الدورات اللي هي دال وهنا الزمن هنا لازم حوله الثواني اللي دي يعني ستين ثانية وبملمسة الصفيحة المارينة لأحد التروس صادر صوتا تردده ميت هيرتز يبدأ عبارة عن تيلو التردد فما عدد أسنان الترس طلب من مين عدد أسنان ايه الترس عندنا هنا عشان نحلم أسألها بمنطقة البساطة بنعمل مستطيل صغير كده بقسمه الأربع خنات عندي هنا اللي هو دال اللي هي عدد الدورات وهنا نون عدد أسنان الترس ويأتيه اللي هو تردد واللي هو زين اللي هو الزمن بالسواني طلب مني في السؤال مين اللي هو عدد أسنان الترس فقوله بما أنه نون بيساوي هضرب ته في زين على دال ته في زين على دال ته في زين على ايه؟ على دال اللي هي عدد الدورات طالعا نعوض يبقى عندي نون بيساوي تهي قال لي التردد بكم؟ أهي اللي التردد بمية يبقى مية وهي اللي الزمن لو ديئة اللي هي فيها ستين ثانية وقال لي كم دورة؟ قال لي عشرين إيه؟ عشرين دورة عنها سمع على كم على عشرين؟ سفر مع سفر على الاتنين فقال واحد على الاتنين فقال خمسين تمام؟ طيب احنا هنا يبقى فقال خمسة كده خمسة فيه اللي هي خمسة في ستين بكم؟ هي طلع معي تلتمية أنا بجيب هنا إيه؟ اللي هي أسنان الترس يبقى هنا أقول له إيه؟ اللي هي سنن يبقى عند الناتج تلتمية إيه؟ سنن خمسة في ستين يطلع لأيه تلتمية سنن اختر الإجابة الصحيحة مما بين القسين كل مما يلي من العوامل التي توقف عليها شدة الصوت عادة يعني فيه واحدة غلط فالتجاه رياح ديات صح لأنه بتوقف على شدة الصوت احنا ندور على الحاجة غلط خلي بالنا كسافة الوصف برضا بتوقف على شدة الصوت احنا عارفين شدة الصوت لو هي في نفس اتجاه رياح هيؤدي إلى زيادة شدة اللي هي الصوت لو هي عكسها هيقل كسافت الوصف كل ما يزداد كل ما يزداد شدت الصوت يعني علاقة ترضية إنما الترض لي أي علاقة الترضية إذا كانت المسافة بين التضاوط الثاني وتضاوط الخامس يعني عندي التضاوط اللي هو الأول من أول التضاوط الثاني التضاوط الثالث التضاغط الرامع التضاغط كام اللواء الخامس ايه اللي من اول التاني لحد الخامس قدي ايه 30 سنتيمتر يبقى من اول هنا لحد هنا المسافة دي كام ايه اللي ب30 سنتيمتر تمام طلب من ايه فان الطول الموج يساوي احنا عارفين الطول الموج اللي هي الموجة الطولية عبارة عن المسافة بين تخلخلين مركزية تخلخلين متتلئين او المسافة بين مركزية تضاغطين ايه متتلئين احنا دلوقتي هنا عشان نجيب هنا اللي هو طول الموج لازم عارف فيه كام موجة عندنا فانعندي من هنا لمركز التضاغط ده لحد مركز التضاغط ده فيه ده عبارة عن موجة يبقى ده اول واحد ومن هنا الهنا ادي التانية ومن هنا الهنا ادي ايه 3 يبقى عندي كام موجة 3 يبقى هاسم المسافة كلية اللي هي عند اللي هي كام 30 على عدد الموجات يبقى عند اللي هي المسافة كلية هي كام تلاتين على عدد الموجات اللي هي كام اللي هي تلاتة هيطلع معي عشر سنتيمتر. هل هو طلبها لي بالصنتي ولا حوالي المتر? هو جبها لي ايه بالصنتي فسيبها زماية. فقول له كام اللي هي عشر ايه سنتيمتر. هنا طبعا يفضل فيه اللي انا. انا بحل المسألة. حول اللي هو صنت المين الى متر. يعني هقسم العشر على كام? على مية السفر مع السفر. يعني يطلع ايه واحد من عشر ايه اللي هو متر. يبقى عندي اللي جاب هنا كامل اللي هي عشر ايه عشر سنتيمتر عدد الكروموسومات فيه الحيوان المانوي احنا عارفين الحيوان المانوي بيحتوي على نص المادة الورصية يعني لو انا بتكلم عن الانسان هيحتوي على تلاتة وعشرين كروموسوم طب عددها فيه البوايدة طب البوايدة كمان عبارة عن ماشيك مؤنس ده ماشيك مذكر ده ماشيك مؤنس ده بيحتوي على نص المادة الورصية تلاتة وعشرين كروموسوم ده فيه تلاتة وعشرين كروموسوم يعني الاتنين زي بعض وبالتالي نختار مين اللي هو ايه يساوي معامل الانكسار المطلق لوصد شفاف لا يمكن ان يساوي واحد وتمانية من عشر واحد وتلاتة من عشر واحد وخمسة من عشر تمانية من عشر لا يمكن ان يساوي تمانية من عشر طب ليه لان دايما معامل الانكسار المطلق دايما بيكون اكبر من الواحد الصحيح اكبر من الواحد الصحيح واحد وتمانية من عشر اكبر من الواحد واحد وتلاتة اكبر من الواحد واحد وخمسة اكبر من الواحد إنما 8 من 10 أقل من 2 أقل من الواحد وبالتالي إحنا نختاره طب هو ليه دايما أكبر من الواحد علشان سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعته في أي وسط شفاف آخر فدايما دايما بيطلع معنا أي أكبر من الواحد الصحيح ثم تحتوي خط فيه العبارات التالية النباتات التي يتم تلقيحها عن طريق الحشرات تنتج حبوب اللقاح ملساء طبعا الكلام ده غلط هتكون حبوب اللقاح خاشنة حتى تلتصق بأرجول اللي هي الحشرات ولازجة كمان يعتبر أي أطار البرجسترون مسؤولا عن استمرار الحمل هل ده إنزيم طبعا لا ده عبارة عن هيرمون هيرمون البرجسترون وطبعا ده هيرمون إنسوي تقدر سرعة الضوء بيه التي يقطعها الضوء في الثانية الوحيدة هنشيل المساحة ونجتم مكانة إيه اللي هي المسافة بالمسافة التي يقطعها الضوء في الثانية الوحيدة المنطقة التي تقل فيها كسافة وضغط جزئيات الوسط في الموجة الطولية تعرف بالتضغط طبعا ما سمى إيه اللي هي التخلخل بالتخلخل ينتقل الضوء في الوسط الشفاف على هيئة خطوط مستقيمة يمكن التحكم فيه سرعتها لا طبعا يمكن التحكم فيه سمكها سمكها ما النتيجة المترطبة على ربط جزء من نبات التفاح كطعم على فرع من نبات الكمسرة كأصل يبقى المزروح في الأرض مين اللي هو الكمسرة حطت عليه الطعم اللي هو مين اللي هو التفاح عندنا اللي هو التفاح اللي هو الطعم ده هيبدأ يتغذى على مين على اللي هو نبات الاصل اللي هو مين اللي هو لو صربت على نبات مين الاصل اللي هو مين اللي هو الكمسرة يبقى عندك ده أقول له رقم جيم أقول له الإجابة يتغذى الطعم اللي هو عبارة مين عبارة عن نبات التفاح على عصارة الأصل اللي هو نبات مين اللي هو نبات القمسرة وينمو مكونا سمار التفاح استخرج الكلمة والعبارة غير مناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات البيتلات سبلات درانات أسدية ايه اللي غلط عند اللي هي الدرانات عند الباقي ده عبارة مين عبارة عن اللي هي محيطات الزهرة المحيطات الرئيسية في الزهرة احنا عرفين الزهرة تتكاوم من أربع محيطات اللي هي والحاجة اللي هو الكاس اللي هو بتكاوم من سبلات والحاجة الثانية التويج بتتكاوم من بيتلات والحاجة الثالثة اللي هي الطالع بتكاوم من أسدية والحاجة الرابعة اللي هو مين اللي هو المتاع اللي هو بتكاوم من قرابل حركة وطر مشدود حركة زنبورك حركة لعبة النحلة حركة بندول طبعا هنشيل اللي هي لعبة النحلة والباقي ده عبارة عن حركة دورية اهتزازية حركة دورية اهتزازية طبعا احنا شنا لعبة النحلة عشان دي عبرها حركة ايه دورية شدة الصوت نوع الصوت سرعة الصوت درجة الصوت هنشيل مين اللي هي سرعة اللي هي الصوت والباديات عبرها خصائص خصائص الموجات الصوتية 35 هيرتز 10 هيرتز 19 هيرتز 5 هيرتز هنشيل مين اللي هي 35 هيرتز علشان دي موجة مسموعة احنا عارفين الانسان بيسمع من اول 20 هيرتز لحد 20 الف هيرتز انما كل الباديات بسمعها موجات اللي هي ايه اللي هي دون سماعية موجات دون سماعية الانسان ايه ما يقدرش يسمعها لانها اقل من 20 هيرتز السيلان الزهري الادز حمى النفاس هنشيل ايه هنشيل حمى النفاس كل اللي قدامه دي اتناه امراض بتنتج نتيت اللي هو الاتصال الجنسي بشخص مريض او حامل المرض بقول له امراض جنسية تنتاكل من شخص مريض او حامل للمرض لشخص اخر اذكر مثلا واحدة لكل من اول حاجة ظهر وحيدة الجنس عندنا زي مين زي اللي هو النخيل او القارع جهاز يصدر موجات فوق سماعية جهاز الصنار جهاز الصنار أعلى ألوان أطيف تردد اللي هو الدون اللي هو اللون اللي هو البنفسي اللون البنفسي وطبعا أقلها اللي هو تردد اللي هو مين اللي هو اللون اللي هو الأحمر نبات يتقصر بالضرانات زي البطاطس البطاطس كارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي من حيث المفهوم لكل منهما أول حاجة عندنا اللي هو التلقيح الذاتي برقم جيم التلقيح الذاتي لما أجعرف اللي هو التلقيح الذاتي بقول عبارة عن عملية انتقال حبوب اللقاح من متوق زهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو مياسم زهرة أخرى على نفس النبات يبقى هما الانتين على النفس ايه النبات إنما الحاجة الثانية عندنا اللي هو التلقيح الخلطي لما أجعرفه بقول عبارة عن عملية انتقال حبوب اللقاح من متوق زهرة إلى زهرة إلى زهرة أو إلى مياسم زهرة أخر أخرى على نبات آخر من نفس النوع ضع لكلمات الاتية في أماكنها المناسبة في العبارات التلية مديني المجموعة من الكلمات مفروضة هنا أحط كل كلمة في مكانها طبيعي رقم واحد بعد اتمام عملية الإخصاب في الزهرة تتحول البويضة إلى تتحول إلى اللي هي بزرة فنضع كلمة بزرة موجودة قدامها فنحط كلمة بزرة ويتحول المبيضة لأيه إلى صامرة عندي صامرة موجودة قدامها يبقى إيه صامرة سرعة الجسم المهتزة تكون نقط إثناء مروره بموضع السكون طبعا بيكون إيه أكبر ما يمكن أكبر ما يمكن يبقى نكتب أكبر ما يمكن ونقط بالابتعد عنه طبعا كل ما أبعد عنه اللي هو موضع السكون كل ما السرعة اللي يحصل لها هيكون إيه أقل إيه أقل ما يمكن يبقى نكتب هنا أقل ما يمكن موجات الماء المستعرضة من الموجات مين اللي هي الميكانيكية بتحتاج الوسط مادة لانتقالها الميكانيكية بينما موجات الضوء المارئي من الموجات مين اللي هي القهرومغناطيسية القهرومغناطيسية التي لها تحتاج الوسط مادة لانتقالها ويمكن الانتقال خلال الفراغ زاوية نقط هي الزاوية المحصورة بين مصاري الشرعي الضوي المنكسر منكسر يبس معها على طول زاوية مين زاوية اللي هي الانقصار الانقصار قدامي الانقصار ونقط من نقطة السقوط على السطح اللي هو الفاصل والعمود المقام العمود المقام من نقطة السقوط على ايه سطح الفاصل ادرس الاشكال الاتية ما اجي بعنا المطلوب اسفل كل منها. اول حاجة هنا بقول لي حدد نوع الانعكاس الحادث في كل من الشكلين رقم الف ورقم بيه. رقم الف زى ما احنا شايفين هنا السطح غير مستوي وبالتالي ده بسميه انعكاس غير منتظم. يبقى الف ده انعكاس غير منتظم. عندنا اللي هو رقم بيه السطح هنا مستوي وهنا زاوة السقوط. الشوعة ده والساقط هنا اه يبدأ يرتد وهنا زاوة السقوط هتساوي زاوة الانعكاس يبدأ اسمه انعكاس. منتظم. علشان السطح هنا ايه مستوي ومسقول. رقم اتنين. اوجد قيمة كل من زاوة السقوط وزاوة الانعكاس. زى ما احنا شايفين هنا شوعة هنا سقط عموديا على سطح اكس طبعا هيرتد على ايه? على نفسه. علشان زاوة السقوط زاوة السقوط. هتساوي زاوة الانعكاس. هتساوي كم? هتساوي سفر. رقم تلاتة. بيدين هنا لزحب المتر وده الزمن بالثانية. وعند هنا اللي هو الجزء ده كده. من اول هنا لحد هنا واحد من عشرة ثانية وطبعا جزء ده كده. ده بيمثل ربع اهتزازة. ربع موجة. يبقى ده عبارة ايه ربع ايه ربع موجة. اوجد كل من زمن الدوري واتردد. اول حاجه اللي هو زمن ايه? ال�دوري. الزمن الدوري هنا عشان اجيبه هضرب اربعة. لايه اعشان هي هو مدين ايه لو ربع موجة? واحنا عارفين الموجة الكاملة تتكون من اللي هي ايه اربع ايه? اربعة ساعة اللي هي ساعة موجة. يبقى عند اول حاجة كده اللي هو الزمن الزمن الدوري عشان احسبه هدرب اربعة في اللي هو الزمن اللي هو مدوني كام اللي هو واحد من عشر ثانية واحد من عشر ثانية هيطلع معي كام اربعة من عشر انا باجيب الزمن يقولوا الواحدة بتاعت ايه اللي هي الثانية الحاجة التانية اللي هو طالبها وايه عاوز مين اللي هو ايه التردد يبقى عندي التردد نكتب القانون بتاعنا التردد بيساوي واحد على الزمن الدوري يساوي تعال نعوض واحد على الزمن الدوري ليس جميله كان باربعة من عشر لما اسم واحد على الاربعة من عشر يطلع معي اثنين ونص اثنين ونص انا بجيب هنا ايه تردد الواحدة بتاعتي هيرتز رقم اربعة استبدل الارقام الموضحة على الشكل بالبيانات المناسبة رقم واحد ده عبارة عن ايه عبارة عن الرحم الرقم اثنين ده عبارة عن المبيض اعلل اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمان حتى ولو اتفق في الدرجة والشدة احنا عارفين طبعا بيصاحب اللي الالات الموسيقية ديته انه حاجة اسمها اللي هي النغمات مين اللي هي التوافقية فعند هنا بيتختلف اللي هي النغمات التوافقية بتاعت مين البيانو عن مين عن الكمان اقول له كده الاجابة الاختلاف بسبب اختلاف النغمات التوافقية الصادرة من اول حاجة البيانو والحاجة التانية كمان الصادرة من اول حاجة البيانو البيانو والكمان والتي تصاحب النغمات الاساسية بسبب اختلاف طبيعة المصدر يا ربكم فهمنا ما تنسوناش من صالح دعوكم كان معكم استر ترى واللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفيق لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر